موسيقى مرحبا بكم في قناة مطبخة نمسان اليوم من مطبخيش بتلكم وسط بسبوثة جي خفيفة وبنينة ومشربة على شكل ثلاث طبقات محشية بكريمة بنينة بزف 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 بشرح مفصل بشكل كام تنشحو فيها خليكم معي بشتوفوا المقادر وطريقة التحضير مزيدة تخفيفة نجير الضباب وكي نحضر بسبوثة تعناتنا اليوم اول حاجة اللي نبدأ بها نبدأ نوجد الشربة هي اللولة نبدأ بسم الله نبدأ كاثرونة ونعمل فيها كاس من السكر سيئة الكاس هي 220 مليلتر نفس الكاس نعود نعبره بهزوش كيسان ونصف الماء هذا الكاس اللول بعد الزاوج ونزيد نصف كاس ونزيد حبة الليمون ونحرقه مليح ونعمله فوق النار يغلي كي بدأ يغلي نحسب له خمس دقائق ونطفي عليه والشربة دينا نخليها يبرد لنا نعن نجعلكم هذه الشربة بدأت تغلي كي بدأت تغلي نحسب لها خمس دقائق ونطفي عليها ونخليها تبرد لنا كي طيبنا الشربة نمشي مجدد الكسبوثة حاجة اللولة اللي نبدأ بها بدأت على الفرن اللي يسخل المليح على 180 درجة مئوية وجدت المول اللي نعمل فيه الكسبوثة انا اخترت هذا المول الدائري القطرة 26 سنتيمتر دهنته مليح بالزبدة وورشيته بسميد ونيل الصقلي عملت ورقة طهي من تحت هذا هو بابي كويسون من تحت على خاطر المول يلسق وليس يلسقلوه لا يمشي بابي كويسون من تحت تهود هنطو مليح بالزبدة وورشيته بسميد تأدو ترشوه بسميد ولا بالفرنة لكم الاغتياء نضعه على جانب والان نفضل وعاء دينا عملت فيه نصف قوشرة حبة الليمون على جغة البسبوثة دينا فيه زشة الطبقات لاني ماشي نوجده مقادرة طبقة اللولة نعود نفس المقادرين نعود نعمل بهم الطبقة الثانية حبة الليمون قسمتها نصف نعملو في اللول ونصف نعملو في الزوج نضيف لها ملعقة صغيرة على فاني ونضيف حبة على البيت كاملة ونزيدوا ربع كاس على السكر نفس الكاس اللي عبرنا به مقادر الشاربات نعود نعبرو به كامل مقادر ربع كاس على السكر باش مجيناش حلوة بزاف نخلطوا كاملة بمكوينة معا نزيدوا ربع كاس على الزيت ونصف كاس حليب نخلطوا كامل المكوينة نستعملوا غير فوة لا نحتاجوا البطر نخلط ملحة السوائل نضيفوا الناوشيف نزيدوا لها ملعقة كبيرة تنوات كوكل جوز الهند يعطيها بلنا بنينا وليما عندهم جوز الهند يمكن استغناء عليه نخلطوا ملح نضيفوا السميد نعملها دائما بسميد الرطب لا نعملها بسميد متوسط نعملها بسميد متوسط نعملوا مصف كاس ونشوفوا حاجة نعملوا بشوية منسج خامية الحلويات نعملوا كيسة خامية الحلويات نعملنا نصف كاس وعلى حسب درجة الامتساس نخلطوا مكوينة ملحة وخالطة الهواجة نشوفوا القوامة خالطة الهواجة نصف كمه نحصل السميد نستخدمه أنه منزل المهات نطيبه بالفروع مثل المهات اني تفيض كامل نجد الكريمة على خط البسبوسة تنهار لكريمة نحتاج كاس ونصف الحليب نضيفه نصف كاس نضيف ملعقة ونصف السكر ان ستنهار لحباز ملعقة كبيرة جدا ونحن نضيف ملعقة بثاعت ملعقة ونصف السكر نضيف زوج ملعقة كبيرة نضيف ملعقة بالنشة الزوزة هذه المقياس الكريمة نخلق ملعقة برد ونقوم نحن نطيفه كيف نطيفه فوق النار نحرك الكريمة في فوق النار ونحرك فيها بالفويح حتى يتعطينا الكريمة كريمة التي تختارها تتقال وتغليلها ونتفيعها كيف تغليلها ونتفيعها نغذروا نحية الكريمة في فوق الغاز نرى القاومها كيف تجي تقيلها سوف نعاد سخونة نضيف لها علبة تليا وخط الطبيعي الوزن 100 غ نزيلها ملعقة صغيرة لفني نخلط كام مكوينة مليح نضيفها للعبار كامل نضيفها بسخونة فوق طبق البسبوسة خادة تبريد تلك الكريمة وجاء الطبق البسبوسة بما يوجد الكريمة ويكون طائبة لان البسبوسة الحضر وكيف تغليل كريمة كيف تحضر على الأداء فوق البسبوسة فوق طيبة بسخنة نحضر الكريمة ندخل ندخل الكريمة تنشفتها ندخل الكريمة تنشفتها نخرج الكريمة تنشفتها نخرجها نضع الكريمة تنشفتها نفس المصرات التي نضعها نضع الكريمة نضع نصف كشرة الليمون نضع ملعقة صغيرة نضع البيت ربع كاسة السكر ربع كاسة زيت نصف كاسة الحليب نضع الكونات نضع الكونات نضع السكر نضع الكونات ونضع نضع الكونات نضع الكونات ملعقة كبيرة أرطب نضع الكونات قمت بشرة كبب في الكريمة ونسعها وندخلها الطائبة نحن نضيفها من تحت ونقذها من فوق ونضيفها من فوق ونحن لحسيتها لديكم حمرة من تحت تأتي بطائبها من فوق ونضيفها من فوق لن يكون قريبة لن تحملكم بسرعة انتظر المسافة من المسابة والمسابة ندخل المسابة نعود ثم نعود ستطابة ثانية ستطابتها بشكل سخونة عاود نفهمكم كيف يطيفت فقط تطابة ثانية ملتحت لأيض اقطتها وهي حسيتها ملتحت لأنها لا يتحمل احتمال من المسابة لأيضاً انتحملها بسرعة هبطتها كاما من تحت الكوزينياخ في القاعدة حتى المسافة تكون بعيدة و لا تحملها بسرعة و تكمل طيابها من فوق حتى تطبط لها الطبقة ثانية أتمنى تكونوا فهمتوني البنات مباشرة ندروا بسبوصة سخونة و الشربات بردت لي نسئوها تشرب نحوض الأطراف حتى يدخلوا من الشربات التحتانية تشرب في خاطرها نشرب ك firsthand وأكيدubs و ننضيف بشكل كامي حتى نقلبها تشرب الأول حتى تبحثم و تقلبه أريد أن أراكم فيما بعد أريد أن أردت لكم البنات بسبوسة التي سيشربت المليح هذه الشربس و دروقة بردس المليح أريد أن أقوم بها في طبق تسخدام نبدأ بسم الله نفتحها على المول تحب أن تزينها في هذا الجهة و تحب أن تقلبها أنا أريد أن أقلبها أريد أن أقلبها أرى الطبقات التي يشفتها جوابينين في هذه المرحلة أريد أن أسقي الطبقة التحتانية أريد أن أقلب البسبوسة أضفت هذه الشربة و نحاول أن أشربها أنا أحب أن أشربها مليح أنا لا أحب أن تكون شربة بزيفة نشربها مليح و نزينها و نشوفها إن شاء الله في طبق تقديم كانت هذه فكرة تزيني تزين جدا بسيط أنا زينتها بشوية أو بدوق البيستاش هذا اللون أخضر وهذا شوية نوات كوكو و هنا تزين لكم الإختيار و تزينها بطريقة التي تحب هذه البسبوسة بنينا بزيفة من المرحلة التي يحبها تجعلها على هذا الشيء مع غيصة غير المرحة أنا عملت لكم عدة وصفات البسبوسة عملت لكم بسبوسة بالتاجين عملت لكم بسبوسة بالشوكولة عملت لكم بسبوسة بنوات كوكو عملت لكم البابة حتى هو يجي مسقي عملت لكم خبيس تونس نضيف مرحلة وصفات في صندق الوصف نضيف مرحلة لكم بسبوسة نبدأ بسم الله أنا أحبها بشربة بزاف هنا لكم الإختيار لما يحبها بشربة بزاف لا يعملها بزاف شربة شوفوا البنات الطبقات شوفوا الطبقة اللولة تلبس بوسة عية الكريمة وهي الطبقة الثانية شوفوا البنات جي خفيفة جي رطبة جي روعة جربوها البنات ان شاء الله تعجبكم هذه هي وصفة تنهار اليوم نتمنى انها نالت لإعجاب ديركم لا تنسونيش البنات دعاوتكم بالخير ونشوفكم فصفة أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة